السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سادة عبدالله النزي معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة إشارة أستاذ معاد القرعب اليوم سوف نتحدث في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني متوسط عن المظاهر الطبيعية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا أول درس في الوحدة الخامسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية دروس هذه الوحدة في هذه الوحدة خمسة دروس الدرس السابع عشر المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الثامن عشر المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدرس التاسع عشر تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدرس العشرون إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدرس الحادي والعشرون التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه دروس الوحدة أما أهداف هذه الوحدة أهداف الوحدة التعرف على جغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كذلك استنتاج عوامل ترابط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثلاثة مناقشة عوامل قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أربعة تقدير الإنجازات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خمسة التعرف على أبرز التحديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه أهداف الوحدة أهداف هذه الوحدة درسنا اليوم المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهم أهداف الدرس أن يذكر الطالب موقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يعدد الطالب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كذلك أن يشرح الطالب مظاهر السطح في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيد تتميز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموقعها الاستراتيجي وتنوع مظاهر السطح فيها تتميز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموقعها الاستراتيجي وتنوع مظاهر السطح في هذه الدول فما أبرز المظاهر الطبيعية في هذه الدول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا هذا الموقع تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا وتطل على الخليج العربي ولها سواحل على بحر عمان وبحر العرب وكذلك البحر الأحمر هذا موقعها في الجنوب الغربي من قارة آسيا وتطل على الخليج العربي ولها سواحل على بحر عمان وبحر العرب والبحر الأحمر وتمتد بين خطي طول 34 درجة و60 درجة شرقا بين خطي طول 34 و60 شرقا وبين دائرتين عرض 16 و33 شمالا تقريبا وتشغل معظم مساحة شبه الجزيرة العربية هذا موقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لدينا هنا خريطة لشبه الجزيرة العربية ويتضح لدينا باللون الأخضر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطل على الخليج العربي وعلى بحر عمان وعلى بحر العرب وعلى البحر الأحمر تقويم مرحل أين تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سأعطيكم وقت ونرجع لكم رجعنا لكم كان السؤال يقول أين تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا موقعها ويتميز الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بأنه واحد يتوسط بين ثلاث من قارات العالم آسيا وأفريقيا وأوروبا يتوسط بين ثلاث من قارات العالم آسيا وأفريقيا وأوروبا اثنين يشكل نقطة اتصال بحري وبري وجوي بين دول العالم يشكل نقطة اتصال بحري وبري وجوي بين دول العالم ثلاثة مميزات الموقع يشرف على مسطحات مائية مهمة وهما يمكن دول من سهولة الاتصال العالم الخارجي أربعة يطل على مضيق هرمز وهو أحد المضائق المائية المهمة التي تربط الخليج العربي بالمحيط الهندي مرورا ببحر عمان وبحر العرب هذه مميزات الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تبلغ مساحة الدول العضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريبا مليونين واربعمية مليونين واربعمية مليونين واربعمية وعشرة ألف وستمية واثنين وثلاثين كيلو متر مربع موزعة هذه المساحة على ستة دول المملكة العربية السعودية اثنين مليون كيلو متر مربع سلطنة عمان ثلاثمية وثسعة ألف وخمسمية كيلو متر مربع الإمارات العربية المتحدة واحد وسبعين ألف وثلاثة وثلاثين كيلو متر مربع الكويت سبعة عشر ألف وثمانمية وثمانة عشر كيلو متر مربع قطر اهدعشر ألف وخمسمية وواحد وعشرين كيلو متر مربع ومملكة البحرين سبعمية وسبعين كيلو متر مربع دول المجلس دول مجلس التعاون الدول مملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين سلطنة عمان دولة قطر ودولة الكويت مملكة العربية السعودية العاصمة الرياض أهم المدن مكة المكرمة المدينة المنورة جدة والدمام الإمارات العربية المتحدة العاصمة أبو ظبي وأهم المدن دبي والشارقة مملكة البحرين العاصمة المنامة وأهم المدن المحرق وسترة سلطنة عمان العاصمة مسقط وأهم المدن نزوة وصلالة وصحار دولة قطر العاصمة الدوحة الدوحة وأهم المدن مسعيد والوكرة دولة الكويت العاصمة الكويت أهم المدن الأحمدي والشويخ مظاهر السطح في دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب تتنوأ مظاهر السطح في دول مجلس ويمكن تقسيمها إلى السهول الساحلية في دول مجلس مثل السهول تهامة في البحر الأحمر والسهول الشرقية سهول الأحساء وسهول الإمارات العربية المتحدة بمحاذاة الخليج العربي وسهول سلطنة عمان بمحاذاة بحر العرب هذه أهم مظاهر السطح السهول الساحلية الجزر ومن أشهرها جزر فرسان في المملكة العربية السعودية وجزيرة حواب وسترة في مملكة البحرين وجزيرة حالون في قطر وجزيرة فيلكا في الكويت وجزر حلانيات في سلطنة عمان الجبال مثل المرتفعات الغربية جبال الحجاز بأقسامها الثلاثة من خبية السعودية مدين في الشمال والحجاز في الوسط والسروات في الجنوب وكذلك الجبل الأخضر وجبل ضفار في سلطنة عمان هذه أهم مظاهر السطح في دول المجلس التعاون كذلك عندنا الهضاب من أشهر الهضاب هضبت نجد وهضبت نجران في المملكة العربية السعودية وكذلك لدينا من المظاهر الحرات مثل حرة رهات وحرة كشب في المملكة العربية السعودية الكثبان الرملية مثل رمال الربع الخالي ورمال النفوذ الكبير ورمال الدهناء في المملكة العربية السعودية كذلك الأودية مثل وادي الرمة ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية ووادي دربات في سلطنة عمان هذه أهم مظاهر السطح لدينا هنا صور لدينا حضبة نجران وصورة حرة رهات ورمال الربع الخالي ووادي دربات في سلطنة عمان تقويم ختام كم تبلغ مساحة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبلغ تقريبا مليونين واربعمائة وعشرة ألف وستمية واثنين وثلاثين كيلو متر مربع كذا أنهينا درسنا مظاهر الطبيعية شاكرين لكم حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر